مساء الخير عند منتصف الليلة يصفر العداد إذانا ببدء الصمت الانتخابي على مشارف انطلاق الجولة الأولى باقتراع المختاربين وعند لحظة الصمت الانتخابي قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الخروج من دائرة صمتها المالي وتسليم المدعي العام التمييزي كل حسابات رجى سلامه في ثمانية مصارف على أن الحسابات الانتخابية تقدمت على ما عداها وقبل صمت العشية تدافعت اللوائح على إعلان برامجها الانتخابية ووزعت تشكيلاتها لخوض المعركة ودخلت معترك الأمتار القليلة الفاصلة مدججة بكل ما أوتيت من مواقف وكمن يلقي كل ذخيرته الحية قبل الصيام عن الكلام أفرغت اللوائح برؤسائها ومرشحيها مخازن أسلحتها المتوسطة والثقيلة من صغرت الزاوية إلى دار السلام زحلي مرورا ببيروت مدينة الحشد الانتخابي قبل السكوت عن الكلام المباح اخترق بمسيرة لأهالي ضخايا تفجير المرفأ وفي وقفتهم الشهرية رسالة مباشرة لتحكيم الضمائر قبل التوجه إلى صلاديق الاقتراع وعدم إعادة انتخاب المجرمين وفي مسعى لإعادة رص صفوف المعارضة وتوحيد صوت قوى التغيير في وجه لوائح السلطة انسحبت لائحة بيروت مدينة تكتيكيا من دائرة بيروت الثانية وجيرت أصواتها لصالح لائحة بيروت التغيير وأبرز مرشحيها براهيم منيمني ونقيب المحامين السابق من حمخلف لكن هذه الخطوة شهدت على حجد قوات خاصة لخوض المعركة في دائرة بيروت الأولى وصعودا نحو دائرة البقاع الأولى كانت مدينة زحلي ترفع شعار المواجهة بإعلان لائحة الكتلة الشعبية التي قررت فيها رئيسة الكتلة ميريام سكاف ضرب الأعيرات الثقيلة باتجاه القوات اللبنانية والنائب ميشيل ظاهر وأحزاب السلطة من دون تسميات والرشقات النارية في صندوق الخامس عشر من أيار يوازيها انتزاع الرشقات المالية من أياد الهوات والمتطوعين ومقدمي الخدمات من بيروت إلى باريس فقد علمت الجديد أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تسلمت حسابات رجا سلامه من ثمانية مصارف وليس أربعة وأنها في صدد إيداعها النائب العام التميزي غدا ووضع حد لنزاع طال أمده ودخلت إليه وفود فرنسية بلغت حد كسر السيادة القضائية ودهم المصارف التي ترفض التسليم وفي المعلومات التي حصلت عليها الجديد أن هيئة التحقيق الخاصة ستعود بزمن تسليم حسابات سلامه إلى أول فتح الحساب وليس عند خمس سنوات سابقة وحسب وهو قرار طوعي للهيئة لكنها آثرت وضع حد لملف أصبح بزارا سياسيا وماليا وانتخابيا على حد سواء وفتح صندوقا له في استحقاق أيار مستثمرا في عامل الأخوة بين رياض ورجا سلامه ودافعا باتجاه استقدام الجيوش القضائية الفرنسية والأوروبية للمداهمة والدخول على ملف هو من صلاحيات القضاء اللبناني لم يبقى متطوع محلي وأوروبي إلا وصار خبيرا ومدققا جنائيا محلفا في هذه الدائرة التي كان لهيئة التحقيق أن تنهي فوضاها منذ اللحظات الأولى وتقطع الطريقة على منتحلي صفة الحرص على المال العام وعلى مدى بدء النزاع شهد هذا الملف عرضات واقتحامات وعصيان قضائي قام به القاضي جون طنوس الذي أراد اقتحام أربعة مصارف من دون المرور بقنوات هيئة التحقيق رسميا وعلى توقيت المحتاجين انتخابيا قالت هيئة التحقيق اليوم كلمتها وستصبح الحسابات ابتداء من الغد في مكتب عويدات الذي سيقطع الطريقة بدوره على وفود فرنسية ذكر أنها قادمة خلال أيام مقبلة ترجمة نانسي قنقر